موسيقى بالنسبة للأشغال لوقعت المشروعات الفارورة هو أي مواطن منكم ولا بحار ولا أي إنسان يعيش ولا يتعدى قرب ساحل الشمالي بمدينة سفاقف يلاحظ مباشرة التغير حتى في المنظر بين نوعية المياه لون المياه نوعية الساحل ما إلا ذلك من الأمور الظاهرة للمشاهد في العين المجرد لماذا نفسه في التحديل وفي الأمور التقنية وما إلا ذلك لكن إذا كان نرجع إجابة أنه حصلت بتاعك للأشغال اللي وقعت أو جالة على فتر ليس غاية الهدف الأساسي أما نقوله أنه وقعت استعمال مزالة التلوث حسب المرجعيات البيئياء الأكثر صعوبة في النجاح على خطر إذا كان الماء كان ملوث فرغل الماء كان ملوث بعد اتصاله بالأثربة الملوثة ومادة الفوسبوجيبس والحفر البحر وحفر مواد الفوسبوجيبس هو مع النهاية المصنع مصنع والعنصر الأساسي من تلوث البحر اللي هو إلقاء الفوسبوجيبس على الساحل مع النهاية الحكاية ومع بداية أشغال الحفر والماء يدخل مباشرة يلتقي بالأثربة الملوثة من وقت هدات النوعية متاع الساحل تتحسن وإذا كان وقاع حفر في البحر وقاع حفر دراسات تأثير على المحيط للجلب متاع الأثربة الملوثة وإذا كانت الموسيقى الموسيقى هي تابرورة هي رمال متأتي من البحر رمال لونها أبيض ورمال هذية وقاعها من البحر حسب الدراسات تتحسن 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 تتحسن